شوف بقى تنخيل بقى هنا 99 نقطة انا زي زي دول العالم الاول مصر اللي كانوا بيشككوا فينا وبيشككوا في قدراتنا وبيشككوا في استطاعتنا بقيت زي زي دول العالم الاول في القضاء على العشوائيات تعالى نشوف برضو تطوير المناطق العشوائية وتحديدا المناطق غير الامنة علشان اطور المناطق غير الامنة تكلفت 63 مليار جنيه الله طيب انا كان عندي كم منطقة غير امنة خد بالك في حاجة اسمها المناطق غير الامنة وحاجة اسمها العشوائيات غير المخطط لها طيب بص اسي 357 منطقة عشوائية غير امنة استفاد معايا كم واحد مليون واثنين من عشرة مستفيد يعني مليون واثنين الف بني ادم التكلفة كانت 63 مليار فدى المصريين عشان يعيشوا حلو دي الدولة المصرية في 2014 دي الجمهورية الجديدة القصة مش في التكلفة القصة في ازاي نقدر نحسن من جودة معيشة المواطن المصري لانه مواطن عظيم تعالي نشوف المناطق غير المخططة تلاقي ايه بقى 318 مليار تكلفة تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية في المناطق غير المخططة يستفيد قد ايه بقى 15 مليون نسمة طب خدها بقى على الواحد المليون واثنين يعني بتكلم في 16 مليون واثنين نسمة يانها ربيت كم في المية دولة يا جماعة 7% تقريباً 8% انا كتر حوالي 12% او 15% اظن يا زيد الله طب المناطق غير المخططة في المدن كانت قد ايه بص بقى كده الرقم وتخض كده 152 الف فدان اي حد لا يعمل بالزراعة هيسألني الفدان مساحته قد ايه اقولك 4200 متر كنا بناخدها في المدرسة واحدة صغيرين طيب عندي بقى خد بالك هنا 71 منطقة غير مخططة تم تطورها بمساحة قد ايه 7108 فدان كانوا بيخدموا قد ايه 108 من 10 مليون نسمة يعني مليون واثنمائة زود على الـ 1600 ادي كده انت وصلت الـ 18 89 منطقة غير مخططة جاري تطورها خد بالك جاري تطورها يعني ده فيها 71 منطقة بيتم تطورهم دلوقتي 89 منطقة غير مخططة جاري تطورها بمساحة قد ايه 8706 فدان بيخدموا قد ايه 3.5 مليون نسمة انا كده بتكلم في 21 مليون ونص مصر تعلن خلوها من المناطق العشوائية غير المخططة بإذن ربنا سبحانه وتعالى في 2030 هل المسألة بس متعلقة بالسكن ولا كمان متعلقة بالأسواق العشوائية أسواق العشوائية يعني يلا مطرح ما تلاقي في حتة افرش يا جادع واعمل اللي انت عايزه ومش فارق اي حدا في الدنيا الناس غلابة طبعا انا لهزم اساعد الناس الغلابة فاعمل ايه الدولة تصرف 44 مليار جنيه تكلفة تطور الأسواق العشوائية 1105 سوق هي اجمالي الأسواق العشوائية فيها قد ايه بقى وحدة كم وحدة بيع 306300 وحدة بيع عندي بقى كمان 36 سوق بيتم او تم تطورها بالفعل كانت بتشمل اكتر من 5000 وحدة التكلفة كانت 138.14 مليون جنيه مصري